اشتركوا في القناة هذا الحدث العالمي الهام تحقيقه خاصة بما يتيحه من فرص فريدة وبئية محفزة على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود والاهداف نحو تحقيق الاستدامة والتصدي للتغير المناخي معربا عن تمنيته بالتوفيق في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المتعدد الأطراف للتصدي للتغير المناخي كوب 28 في نوفمبر القادم ونوى حميدا بأن عراقة العلاقات البحرينية الإماراتية وعمقها التاريخي هي الركيزة التي تستند عليها مختلف مبادرات التعاون والتكامل بين الوزارتين في كل من البلدين الشقيقين مؤكدا حرص وزارة شؤون الكهرباء والماء على مواصلة تعزيز هذه الأواصر والتكامل في مختلف المجالات منوها بما تحظى به هذه العلاقات المتميزة من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله ورعاهما وتطرقت المباحثات الاستراتيجيات وحلول تسريع وطيرة زيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة وكذلك تقنيات وحلول خفض البصمة الكربونية لقطاع إنتاج الطاقة بما يتسق مع أهداف البلدين الشقيقين للاستدامة ويواكب التحركات العالمية في هذه المجالات المتناميات الأهمية واتفق الجانبان على الاستمرار في التعاون والتنسيق بما يخدم القطاعات المشتركة من خلال تشكيل فرق عمل فنية مشتركة للعمل على الأهداف المشتركة وبما يسهم في تعزيز أمن الطاقة للبلدين الشقيقين وبما يحق التطلعات ترجمة نانسي قنقر